تصحيح السريع طلع داخل فيه رضلات بحق الإذن وفيه شاحن تايف 8 و تايف C حق السماعت تصحيح السريع برائه بلاك شارك 3 و بلاك شارك 3 برو احتث نسخ من تلفونات بلاك شارك موجه للعبين موسيقى يعطيكم الصحة والعافية معاكم أحمد بوريكي اذا انتم تابعني من زمان تدري ان انا مهتم في سلسلة بلاك شارك اللي بلشت مع شاومي بس اتوقع صاروا الاندبندنت الحين لان انا ما نلاقي كلمة شاومي ولا مكان على ولا واحدة من هذه العلب معي هني البلاك شارك ستار الثالث والبلاك شارك 3 برو اثنين هاتو راح يدعمو لك 5G و اثنين هاتو مرة ثانية راح يكونون الأحدث حق الناس اي تابع فئة تليفونات موجهة لللاعبين و ها عندنا هنبعد المرفقات مالتهم ان كانت سماعات اللاسلكية المروحة الإضافية و عندنا هني هنبعد شارجين كابل ماغنت اوكي و عندنا هني اكيد الجيم باد ست حق الألعاب راح نتطرق حق المنظومة الكاملة مالت بلاك شارك بلاك شارك؟ مالت بلاك شارك 3 العادي النسخة اللي راح تكون موجودة معي راح تكون 12 جيجا بايت مع 256 لون الميدنايت بلاك اتوقع يعني ألوان بلاك شارك بالذات اللي شاف نسخ بلاك شارك 2 كانت وايد وايد طوية شي يذكر HDR10 بلس راح يدعم لك ايها التليفون حتى يحطلك هاي ريز اوديو موجودة على العلبة في شي ثاني لن أبدأ تجربة المستخدم هاكي رأي اللوغو ما بلاك شارك يا رباه موجودة هنا بالمجد شاردها على طول تلقي تليفون كهو تحتك تماما وهذا البيلاك شارك 3 العادي من ناحية الحجم الله حجمه مهين حجمها عود يزير برش فيكم في فرق ولكن عجبني لون الأسود انه ما يعطيك إيحاء أنه تليفون العب نهائيا طبعاً عندك هنا الكونكترز ستكون موجودة حق الجيمباد ثلاث كاميرات موجودة هنا من الخلف في RGB طبعاً أكيد هنا عندنا الزر ما للتشغيل والله فلاتند أج من على جنب جلنا الآيفونات اليديدة حسسني فيهم عندنا هنا تريجر رح يكون موجود غير الموجودة هنا أو التريجر حق الجيمينج تايب سي رح تكون موجودة من تحت ثلاث ونصف ميلي رح تكون موجودة من فوق والله إلى الآن وضعك سليم عندك أكيد رح يكون ستيريو سبيكرز كاهم بوم ساون سبيكرز من الأمام بحواف نسبيين صغيرة كاهم مكان الكاميرا الأمامية ومن زمان أنا كلها أقول أن تليفونات حق الألعاب تابع أن يكون نسبياً في بازل موجود عندك حق لما تريح وتمسك التليفون عشان إذا تلعب طبعاً النظام التشغيل اللي عادة يكون موجود على البلاك شارك كاهم جوي يو آي يكون لطيف لأنه خام إلا نظام كافي عربي شد بلاده حق القوائم ومو بس القراءة والكتابة الكويت على ما يسوي الستة اوب هيا شهرين براجعكم ياه مي يو آي يوزر اجريمينت فإلى الآن التليفون نقدر نقول إنه هو ليل حين تحت شاومي مع أن بلاك شارك اللي عرفه إنه خلاص تبتصير بروحه كام مثل ما انتو شايفين حطلكه داخل العلبة جيمز ريال 5G game phone 90 هرتز دول باتري تشارج دول باتري هايبر تشارج راح يكون موجود فيه شوف الشاحن ماله راح يكون كم واط شاحن ماله سيكون 65 واط شيء ممتاز داخل العلبة طبعا ما يندردها سنة الياية مع Black Shark 4 ستحصل داخل العلبة شاحن أصلا وعندنا الكابل اللي يكون Type A إلى Type C كالعادة الأشياء التي نتعود عليها أن تكون موجودة داخل العلبة ستكون موجودة سنشغل بس التلفون كنا نعلي نظام تعزل تبغيبا أندرويد خام أنا هذا شيء وانسني وخليني ممكن أن أستعملها مدة طويلة حين على ما يشتغل خم بطل العلبة Black Shark 3 Pro النسخة اللي راح تكون معي 12.256 بلاستنغ بلاك هالمرة الله أعلم شنو راح يكون اللون مطلوب طد درجة اللون HDR10 Plus مرة ثانية الليبل المكتوبة أكيد راح يكون عندنا أيوه ال High-Res Audio هذه الأشياء الموجودة على العلبة خمشوف الحين الفرق تنزل الحجم مع التلفون إذا أصلاً كان في فرق وايدي كبير ما بينه وبلاك شارك البلاك شارك 3 العادي أوكي فنفس تجربة الامباكسنج راح يكون عندك انتهني اللوغو مع البلاك شارك مرة ثانية التلفون كهو موجود تحت رنق الأخضر سيكون موجه للجامل أوكي حجمه وايدي أكبر لا يوجد فرق بالحجم يا جماعة الخير دعني شغله عشان تشوفون حتى الشاشة تستوعب معي حجم التلفون ماذا قال؟ من مسكة التلفون اتوقع راح يكون واضح هنا في فرق من ناحية الحجم الخلفية ماتة راح تكون زجاج تيمع بصمات أكثر غير الرنق الأخضر عندك اللوغو معل 5G هل كان موجود هنا بعد؟ آه كان موجود بس مطفي مبين فعندك اللوغو معل 5G راح يكون موجود بلاك شارك اللوغو معلهم هم بعد شلون شابه هني غير طبعا الثلاث كاميرات اللي موجودة هني من الخلف والر جي بي اللي ممكن يكون دار مدار التلفون جو يو اي مرة ثانية نفس الطريقة اللي راح تكون موجودة على البلاك شارك 3 العادي احنا شغل انتبهت عليها النهم هاذ راح يكون 90 هرتز اوكي ليش ما حطيته يكون 120 هرتز وخشوف الشاحن ماله اوكي الشاحن ماله مرة ثانية راح يكون 65 واط ونفس الكابل راح يكون موجودة هني مرة ثانية المعتادة اكيد حط بالك انك تدور هني لان شنو تحصل انت مع تلفونات بلاك شاركي هني تحصل كيس TPU بس علاقة اللون اسود يختلف لك عن شوية الشفاف نفسي اللي راح يكون موجود مع البلاك شارك 3 العادي الحين على ما يشتغل خلنا نرجع مرة ثانية حق اللغة من فوق هذا البلاك شارك 3 هذا البلاك شارك 3 برو واضح ان حجمها راح يكون اكبر تفاصيل الشاشة وكل شيء الحين اطلع لكم اياها بس هذا اوه شيء هو الفرق اللي بينهم حجم التليفون فأكيد حجم البطارية راح يكون مختلف ماشي فمثل ما قلنا مبدئيا الفرق اللي بينهم حجم الشاشة صح؟ وعندك انت على البلاك شارك 3 حجم شاشة راح تكون 6.67 بوصة والبلاك شارك 3 برو حجم شاشة راح تكون 7.1 بوصة تابلت بس تقدر تحطم مخباتك مع ان الحواف مالتها نسبيا تعتبر كبيرة الا ما حسيت ان التليفون اوكي يعني حجمه مو مقبول لان حجم شاشة 7.1 بوصة فهذا اول فرق طبعا لان حجم شاشة كبيرة لانه بعد التليفون كبيرة راح يوزعلك الستيريو افكت بشكل اكبر بالذات انه هو بوم ساون سبيكر مثل ما انت شايفين هنا 7.1 بوصة يا جماعة الخير من قبل شمسنا هذا كان حجم تابلت اليوم احنا قاعدنا استعملك تليفون بسبب تقنية الحواف الصغيرة مع نمرة ثانية حواف هذي التليفون مثل ما انت شايفينها كبيرة وموجودة كاهي بويهيك اثنينات او راح يكونون شاشات اموليد واثنينات او راح يدعمو لك تلدد 90 هرتز كنت اتمنى ان يكون اكثر على البرولي و120 هرتز على سبيل المثال عليهم سناد دراجون 865 و 12 رام مثل ما قلت لكم UFS 3.0 كاميرا الاساسية راح تكون 64 ميجا بيكسل بعدين UltraWide 13 وعندك 5 ميجا بيكسل دبث ما راح تستفيد منه اغلب الوقت بالذات مع تليفونات موجهة لللاعبين بس يا الله يمكن اكون انا غلطان تصوير التليفون خلنشغل AI يا سلام هذه الذكاء الاسطناعي عشان اعير لنا التصوير صور لا بس يعني الوضع ايه هنا مو الافضل خلنشوفها حينكا بورتريت تقدر تتعبث بالأبرتر الرقمي حلوين خلنشوف شلون الحين التصوير بيكون اوكي مرة ثانية لا بس حك تصوير تليفون لللاعبين لا بس ما عندي مشكلة كله واحد فمو افضل كاميرات ومتعودين ان احنا ما نحصل افضل كاميرات التي تكون موجودة على تليفونات موجهة لللاعبين كاميرا الامامية راح تكون 20 ميجا بيكسل تعمل لك تقنية HDR في عندك ثلاثة ونصف مليل منفذ الفرق الثاني راح يكون من البطارية هنا عندنا مع البلاك شارك ثري العادي 4720 ميلي امبير مع البلاك شارك ثري برو 5000 ميلي امبير مع حجم الشاشة 7.1 بوصة اتوقع سيكون مناسب بالذات مع امولاد لا يوجد مشكلة مقارنة سامسونج جالكسي اس 20 أولترا 6.9 بوصة 5000 ميلي امبير فهنا فرق الشاشة اكبر فاصلة اثنين فا اتوقع ما راح يكون فيه بيك ديل بالذاتان الثاني اتوقع استعماله البيك ديل في الموضوع هو سرعة الشحن 65 واط راح يشحن بشكل سريع ويشحن شكل لاسلكي 18 واط مع شاحن ماغناطيسي اتوقع راح يكون موجودة هنا حق الدونجل اللي راح يكون مدعوم هنا من الخلف حق التليفونات بس مو هذر يميز تليفونات لالعاب مرة ثانية اي تجربة المستخدم اي اداء تليفونات بشكل عام لذلك لدينا التليفونات الموجودة هنا من البطلة ترى التليفونات يحول حق الشارك سبيس علشان علشان تقدر تلعب انت العاب بوضعية الافضل الممكن تكون حق التليفونات علشان يحفظ لك على افضل اداء ممكن انت تحصله وانت قاعد تلعب العابك فكام مثل ما انت شايفين يعطيك الديفايس مود وكل شيء بس سوف نفعل اوبديت على لعبة أسفلت ناين بشكل سريع بعدين يقدر نبلش تجربة مارة الجيمينج شيء يذكر ان الوالبابر تبطل الانلوك سكرين واحد واحد حلوة تدخل يدخل لك حق هذا المكان خلوه حق الجيم شارك سبيس حتى بالبلاك شارك 3 علشان نقارن الاداء يعني اثنيناتهم مماثلين بالاداء فرق حجم الشاشة والبطارية فقط من ناحية المواصفات اثنيناتهم سيكونون 90 هرتز اثنيناتهم ناس المعارج اثنيناتهم ناس عدد الذاكرة الداخلية والرامات ونوع الذاكرة الداخلية ونوع الرامات اللي راح تكون موجودة على هذي التليفونات فهني عندنا اسفلت ناين خلو نشغل هني لعبة ثانية آآآ مع ان عمري ما لعبتها اوكي فهني يراويك المنيو ما للكييمينج راح يكون عندك هني ماستر كنترول عشان تقدر يشوف الأشياء التي تحتاج ان تعدلها هني يعطيك مور حق الصفحة الثانية واي فاي راح تكون موجودة هني عشان نسوي لك حق الشاشة نفسها نو ميسجز عشان يوقف لك الاشعارات الممكن تلك المسجات او حتى المكالمات وين عندك انت السلايدر حق البرائتنس او السطوع وين السلايدر حق الفوليوم توقع راح تحسب نفسي شيء الحين نحتاج اه اوكي كلا بلش اللعبة عمري ما لعبت اللعبة فمدري ما سالفة خلنا اختار ميل مي ايج ثيرتي ايت اكسبت اكسبت اعلى ما تشتغل لازم نخلي عالي اخضر ها وهي تبدل ايوه لو بس سواقة السيكل كانت لها درجة سهلة ها بيرفكت شيفت ايش وعبا قريتها شي ثاني لايس اوكي اوكي فما راح يكون عليه حاجة من ناحية الالعاب لا جماعة الخير كل التلفونات اليوم ممكن تعطيك هلاداء لان عليهم نفس المعالج الشغلات اللي التغير اوهو الريد ماجيك اوهو هذه الاشياء اللي تميز هذه التلفونات شلون سبيسمان هم يحافظ لك على اداء التلفون محافظة على النظام التشغيل والبطارية والاشعارات اللي ممكن تلك عشان تزعجك وثاني شي اوهو ايكيد الفرم فاكتور ما تلفون نفسه اذا كان مناسب او ملائم حق الالعاب واخر شي اوهو حجم البطارية علشان يقدر يستمر معاك التلفون من ناحية مدة طويلة انه تستعمله انا احس هذا التلفون افضل حق الالعاب هذا اوهو البرو شوف 7.1 بوصة يا جماعة الخير مهين نفس الاداء رح يكون موجود عندك التهنيب بس في شولدرز فهو هنا في ثريقرز هذا الشي مهو موجود ببلاك شارك ثري بس موجود ببلاك شارك ثري برو هذي واحدة من الاشياء التي ستكون مختلفة شاهدتونجلون تجربة يهي افضل بورهانت اقدر انا هنا اعيض جدد اقوم انا تقوم بتشغيلها بالتريقر بطنز او الشولدر بطنز التي ستكون موجودة هنا الى شكلة ستكون تاكس تنستيف هنا يكون نفس المنو تماما عشان تعرف انت شهي تسوي غير اللهم هنا يعطيك اشارة تضع المور عشان تختار شون الشغلات اللي تبعيها تضعها ان تكون موجودة عندك انت هنا فوق فنبطل الى حين Asphalt 9 ونشوف شلون نقدر نعيير للتريجرز اللي موجودة هني لانك هالشولدر بادز حجم التليفون مرة ثاني ويد ويد مناسب ما يحتاج ان انت تضع لها اي نوع من الاكسسوار للامانة بس الاكسسوار موجود راح نجرب الاكسسوار بعد شوي ونشوف شلون طريقته واذا كان ملائم حق تليفون بهذا الحجم شابون بالعمر ملائم يلاي اكسابت السماعات حلوة الاسبايسينج اقول لكم يساعد عشان يخلي الصوت يكون ستيريو اشتركوا في القناة قديم يلاي اثنت طبعا في خير ساو تشري الفراري فصل جيهة فا اوكي في فرق في فرق ارشح من احنا اقول لكم التليفون الاكبر صراحة رح يكون اونس حق الجيمين فاذا عندك انت الفلوس ازادة اللي تقدر تستعملها بالضغط مع الشودور تريكيرز رح يكون الموضوع ممتاز احنا عشان طول هذا الفيديو خنشوف الجيم باد شلون رح تشتغل وشلون شكلها واذا رح تركب على اي واحد فيهم الكبير ولا الصغير توقع موجهة حق البلاك شارد جيم باد 3 خنشوف توقع ما يحتاج يعني اوكي بالضبط مثل ما كنت متخيل تقدر تركبها على الكبير او الصغير ما عندك انت اي مشكلة كهي هذا اي هي الجيم باد نفسه اوكي فتيب التليفون تركبه بهذا الشكل و بعدين في عندك هذا عشان تقدر انت تركبه كاكستندر ان بدلا تشبكها على طول على التليفون تقدر تستعمله بهذا الشكل و تحصل نفس تجربة المستخدم بدلا يكون راكب على التليفون نفسه هذه ذكرتني بالنيتندو سويتش جوي كون صارت انه جوي كون صغير فيعطيك تريجر بوتنز موجودة هنا عشان تقدر انت تلعب و بير بوتنز كاهو موجودة هنا واذا ما تبي لا تقدر تستعمله بطريقة انت متعود عليها على باجي تليفونات سوف نتركبها بهذا الشكل تجسع من تسوي لها انت بير تصير تلعب هذه الطريقة و يكون ندك انت هنا جوي كون تريجر بوتنز موجودين كاهم انه من فوق غير تريجر الثاني اللي راح يكون موجودة هنا حركة وايد حلوة انك تقدر تستعمل الجيم باد و طبعا مثل ما قلنا لان الجيم باد تقدر تبطل بهذا الشكل تستعمل علي voted Black Sharp 3 او Black Sharp 3 Pro مرة ثانية راح يكون انت عندك اي مشكلة شيء ثاني راح يكون موجود و هذة أنا كنت مهتم أكثر حق الماغنياتيك تشارج أو الماغنياتيك كابل فلات كابل يساعد أنه لا يتشربك و لا يأخذ مساحة أيوة مثل ما قلنا رح يكون بالضبط بهذا المكان عشان تقدر تلصقه وتشحن التليفون تركبه على دابتر وتشحن بدا ليكون موجود هنا مكان USB Type-C فما يعطيك التجربة فنستطيع أن نقول MagSafe بس أقول Black Shark وهان قبل أن نقول قلدوا أبل هذا التليفون أعلنوا عنه بشهر ثلاثة ستة شهر قبل أن يعلنوا على آيفون 12 أو حتى ستة شهر أي ستة شهر أكثر سبعة شهر قبل أن يعلنوا على آيفون 12 فحركة حلوة أنهم يحطوا لك هذا شيء حق اللاعبين عشان ما يعقلك التجربة المتيدة بتلعب على التليفون هنا سيكون لدينا كفر فون كيس أتوقع نفسي داخل العلبة مع التليفون بالذات أنه بالضبط نفسي داخل العلبة مع التليفون نفس المتيريال نفس اللون نفس كل شيء فهذا شكله إذا ترون شكله مع كيس لديك مكان هنا كاتهوت حق اللي تريجرز ما يغطي لك ياهم وبمبر من كل صوب ومثما قلنا راح يكون تي بيو ما يزيد لك من حجم التليفون ولا من سماكته يعتبر نحيف وهنا لدينا الفن كولر برو تسميها شركة بلاك شارك واضح أنه راح يكون مروحة تركبها على التليفون علشان تقدر انت تبرد عليه حطباكم أن هذه الميزة موجودة بعض من التليفونات الثانية الموجهة لللاعبين بلتين داخل التليفون كنت قاعد تكلم عن البلاك ماجيك البلاك ماجيك 3 أنه يكون عندك انت كولر أو مروحة تكون موجودة داخل التليفون يا سلام فهذه هي المروحة تقدر تثبتها على ظهر التليفون مثل ما انتم شايفين المروحة فيها ON أو OFF سويتش كهو موجودة هنا تشحن بلتين باتري راح يكون خاص فيها وش سلك مالها كهو موجود راح يكون تايب سي إلى تايب اي وانا نزين منفذ تايب سي عشان إذا نحن نحش عنها كهو موجودة هنا واتثبتها بهذا الشكل على ظهر التليفون حق Extreme Gaming على قولاتكم هنا تقدر ديتش الساعة تبطلوا المروحة والمروحة تبردلك على التليفون وما تحاتي أنها يعثلك على تجربة المستخدمات التليفون لأن المعارجة المفوضة يكون مبرد إن ثيوري عشان يعطيك أداء يكون أفضل فهم هذا الاكسسوار سيكون موجود حق البلاك شارك 3 أو البلاك شارك 3 برو وآخر شيء يا محفوظين السلامة راح يكون عندنا سماعة بلوتوث إن ذي إير على قولاتهم مع الواير اللي يكون دارما دارها عشان تقدر تحطها أنت دارما دار إذنك مثل ما أنتوا شايفين هذا شكلها راح يكون هنا أنا جربت سماعة من قبل من شركة بلاك شارك حق الجايمينج كدرايفرز ما ظنيتي فيها أي شيء إضافي غير إن هي راح يكون جزء من منظومة حق الناس اللي راح تستثمر بهذا التليفون إنها تحصل سماعة تكون نفس الثيم ما للتليفون مثل ما أنتوا شايفين هنا على سريع نلقي نظرة عندك أنت هني مكان حق المنفذ مع الشحن راح يكون تايب سي شيء ممتاز فرح تشحن بشكل سريع عندك هني بعدين الفوليوم روكر وصوب الثاني ما راح يكون في شيء تماما غير مايكات وطريقتها تحطها على إذنك بهذا الشكل وتتعلق وراح تكون إنذير وأنا عادة ما أفضل هذين بس المبدأ من وراها مرة ثانية تقدر تخليهم بهذا الشكل لما ما تستعملها وتركبهم بهذا الشكل لما تستعملهم عشان لما تبيتلعب ما تحايت أن تزعج إلي موجودين دار مدارك حلو الربل إلي موجوده هني بس مرة ثانية موجودة علشان أنت تقدر تقم المنظومة الموجودة عندك صار عفس على الطاولة اللي موجهها من شركة بلاك شارك حق أحدث تليفوناتها إن كان لبلاك شارك ثري أو البلاك شارك ثري برو اللي راح يكونون متوفرين أكيد بالرابط اللي موجود تحت حق راعي هذا الفيديو وتأكدوها مبعد إنه تشيكون على باجي الأشياء اللي راح تكون موجودة عندهم كونهما مختصين أصلا حقها سوالف كونهما موجودة أوكي و توقع توقع بس سمع علي طالق سور سلامتكم تعيشون أحمد بعريكي فمالله الكريم ترجمة نانسي قرار ثم فكرة